بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحيم بسم الله الرحيم بسم الله الرحمن الرحمن علم الملائكة القرآن أو علم محمد القرآن أو علم الأمة القرآن خلق الإنسان ذكر القرآن في الكتاب أربعة وخمسين مرة ما فيه ذكر أن القرآن مخلوق وذكر الإنسان على الثلث من ذلك ثمانية عشرة مرة بكل مرة صرح أن الإنسان مخلوق بهذا تبين أن القرآن كلا والله ليس بمخلوق وجرى بهذا الممط في هذا المكان أيضا الرحمن علم القرآن خلق الإنسان صرها بخلق الإنسان وتعليم القرآن اقرأ باسم ربك الذي خلق اقرأ ربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم بدأ بذكر الخلق في سورة العلق قبل تعليم القرآن وهنا بدأ بتعليمه قبل خلق الإنسان فالله تبارك وتعالى علم آدم الأسماع فحق سجود الملائكة والخلافة عن الله تبارك وتعالى وعلمنا مباشرة القرآن كما علم آدم فبهذا كنا خير أمة أخرجة للناس وذكر القرآن إنه تبارك وتعالى علم عباده القرآن فلولا تيسير الله وتفهيده ما صح لأحد المنا أن يحفظ القرآن ما حفظ القرآن إلا بتعليمه تبارك وتعالى وما فهم إلا بتعليمه فالذين علمهم الله القرآن تحفظوه والذين فهمهم معاني القرآن ففهموه هم خاصة في الله تبارك وتعالى وأهله جعلنا الله إياكم منهم علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان النطق علم الإنسان البيان هو النطق الفرق بين الإنسان والحيوان هو النطق فالنجم الملو لا على كمان والنجم وشجر يسجدان الملو الأسفل سبارك وتعالى لما خلق الإنسان وعلمه البيان سخر له الشمس والقمر يجرياني في فلكهما لخدمة الإنسان والنجم السجر لا ساق له والشجر السجر له ساق يسجداني يخضعاني بما يراد منهما فالسماء رفعها ذكر الملو لا على كمان ووضع الميزان أثبت العبل بين خلقه ذكر الميزان في هذه الآيات مكررة والمعاني مختلفة وضع العبل ألا تطغوا ألا تجروا في الميزان فيما يوثن به وأقيموا الوثن العمل بالعبل ولا تخذروا الميزان لا تنقص الموزون الميزان الأول العدل والميزان الثاني الآلة التي يوثن به يوثن بها وأقيموا الوثن العمل ولا تخذروا الميزان لا تنقص الموزون إقامة العبل بشيئين بالقرآن يبين الحلال والحرام وبالميزان الذي آلة يمكن بها إقامة العضل والقصة فالإنسان لا غنى له عن القرآن يألم الحلال والحرام ولا غنى له عن الوثن لأن كل إنسان يتعامل مع الآخر ولا يرضى أحد بالغبن والغبن يجب العداوة والبغضاء فيما بين الناس فلولا القصة والوثن بالقصة لا وقع تغابن يجب عداوة وبغضاء وشرورا لا نهاية لها فبالقرآن والميزان حصل الصلاح للجميع والقصة هو العضل أن تأخذ قصتك وتأخذ قصة غيرك هذا هو القصة إن الله يحب المقتطين والأرض وضع أثبتها للأنام للخلق الإنس والجن وغيرهم فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام الفواكه كثيرة على وجه الأرض ومن آذها النخل ذات الأكمام أو أية طلعها والحب كالحمطة والشائر ذو العطف سبن والريحان الورق مشموذ كل هذه نعم من الله تبارك وتعالى فبأي آلاء ربكما نعم ربكما أيها الإنس والجن تكذب وَلَا بِشَيْءٍ مِنْ نَعَمِكَ رَبَّنَا نُكَذِبُ فَلَكَ الْحَمَّةِ إذا قيل فبأي آلاء ربكما تكذب نقول وَلَا بِشَيْءٍ مِنْ نَعَمِكَ رَبَّنَا نُكَذِبُ فَلَكَ الْحَمَّةِ كررها ثلاثين مرسا أي ذكرت إحداؤة ثلاثين مرسا لألة أو لغير ألة إن قلنا لألة فكيف كان النذيري وَالْحَسَنَةُ بِعَصْرِ أَمْثَارِهَا فجعل هذه ثلاثين ومن المفسرين لمن يقول طبقات الجنان طبقات نيران سبعة ودرجات الجنان ثمانية والإنس والجن قسمان فباعتبار نطبي كل منهما الجنان والنيران سيكون إحداؤة وثلاثين مرسا وهذا تسير ضعيف جدا خلق الإنسان آدم من صلصال طين يعبث اسمع له صلصالة أي صوت دا نقر كالفخار وهو ما طبق من الطين وخلق الجن أبا الجن وهو إبليس من مارج من نار هو اللهب الخالص من الدخان إن الله تعالى خلق آدم أبا البشر من طين وصف طين بأوصاف في القرآن طين لازم ومثنون وصلتار كالفخار أولا كان عجينا ينفق باليدين وبعد ذلك كان مسنونا وبعد ذلك صار طينا يابسا حلاح يأتي الفخار الفخار الغدر الماء ثم يفخارا والفخار سيغة لأن طين الذي كان يبله الماء إذا صار بحالة يحمل الماء ولا يتضرر كأنه صار يحتخر على جنفه وآدم خلق من طين هكذا صار كالفخار أربعين سنة لاسبا أربعين سنة مسنونا أربعين سنة طينا يابسا كالفخار ثم النفق فيه روح آدم فرق الله من خلقه بعد مئة وعشرين سنة ثلاثة أربعين فلهذا جاء خلقة أولاده أربعين ليلة نصرة أربعين ليلة علاقة أربعين ليلة متغة ثم ينصيخ فيه روح تلك الأربعين ثلاثة مرات أربعة أشهر وهي العلة في أن المرأة إذا توفى زوجها تعتد أربعة أشهر وعشرا الأسر سجدت احتياطا أما أربعة الشهور إذا مضى للحمل لا بد أن يتحرك الجنين حيا فحقق الحمل وإلا عرفنا أن الرحمن بريئة أربعين ليلة بنسبة إلينا أربعين سنة بنسبة إلى آدم فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين المشرق الشتاء ومشرق الصيف ورب المغربين كذلك مغرب الشتاء ومغرب الشيف الصيف هو الرب في كل الحالتين والرب عنوان الدائر الإنسان إذا أراد أن يرسل إلى أحد يجب أن يعرف أولا عنوانه ومن أراب أن يدعو الله فعنوانه تبارك وتعالى ربي يا ربي فبأي آلاء ربكما تكذبان مرجى أرسل البحرين العظب والملح يلتقيان في الرأي العيني في بعض البلدان تجد بحرا تقرف من هنا وتشرب ملحا بينهما برسخ حاجث من قدرته تعالى لا يبغي آلاء لا يبغي واحد منهما على الآخر فيقتل به العظب عظم والملح ملح دائما وليس مستمع حاجث إلى قدرة الله تبارك وتعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان منس والجن وكذلك بحر الحقيقة وبحر الشريعة مرجى بين البحرين فالتقيان بينهما برسخ لا يبغي لا يصدو أحد منهما على الآخر فالشريعة بحر والطريقة سفينة والغاية هي الحقيقة تخرج منهما اللؤلو والمرجان في كل البحرين هذا هو المراد الحقيقة فبأي آلاء ربكما تكذبان من المفسرين من يؤولوا مرجى البحرين على البحرين علي وفاطمة تخرج منهما اللؤلو والمرجان الحسن والحسين هذا من تفسير المحدين وليس بألم قوية فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجواري الصفن المنشآت المهدسات في البحر كالعلام كالجبل عظما وارتفاعا من الله تبارك وتعالى حلق لنا هذه الجواري سمى القرآن الفلك فلكا في بعض الآيات وسفينة في بعض الآيات وجارية في بعض الآيات سفينة عندما صنعت وفلك عندما وضع في البحر وجارية عندما تجري الله تبارك وتعالى قال لنا هذه الجواري سفن الكبار مهدسات تجري في البحر كالعلام كالجبل الرسيات تحمل بني آدم وما عندهم من الآلات والحاجات فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها على الأرض من الحيوان فان آلك وعبر بمن تغليبا للعقلاء وإلا فالعقلاء وغير العقلاء سواء في هذا ويبقى وجه ربك ذاته بالجلال والإكرام كل ما على وجه الأرض من عقلاء وغيرهم فان يقول العلماء سيفنع وهو في الحال فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال ما سمى إلا هو تبارك وتعلا فان في الماضي والحال والاستقبال والذي بقى في الماضي وفي الحال ويبقى دائما هو وجه ربك ذو الجلال والإكرام ذو الجلال والإكرام يقول الرسول صلى الله عليه وسلم الكمال الكمال المطلق في الجلال والجمال فبأي ألاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض بنطق أو حال مما يحتاجون إليه من القوة من القوة على العبادة والرزق والمغفرة وغير ذلك كل من في السماوات والأرض يسأل الله حاجته هذا سواء في الأقلاء وغير الأقلاء الحيوانات والبشر سواء في هذا وكل يسأل بلغته البشر لهم لسان يسألنا الله بنطق يا الله يا رب وغير البشر بالحال بلسان الحال لسان الحال هو ما ينتق به حال الصخص إذا كنا كلنا مفتقرين إلى الله تبارك وتعالى فهذا الفقر سؤال إذا الإنسان لم ينفك من سؤال الله تبارك وتعالى بالنطق وبغير النطق وغير الإنسان من باب أولى لأنه لا نطق عنده نسأله تبارك وتعالى الرزق والقوة على العبادة والمغفرة والنجاة من النار ودخور الجنة والقرب منه تبارك وتعالى كل يوم كل وقت هو في شام يسألونه كل وقت وكل وقت والوقت هنا عبارة من أقل من ثانية جزء دقيقة أي أمر يظهره على وفق ما قدره في الأزل من إحياء وإماتة وإعزاء وإذلال وإغناء وعدام وإجابة الضاء وقف خضر بمجلس عالم يدرسه فسأله ما معنى كل يوم هو في الشام وقر رفعة الأقلام وجفة الصحف في أي الشام الآن وفرق من كل شيء فتحير العالم لم يعرف جوابه فنام فرأ الرسول صلى الله عليه وسلم قال له قل له شؤون يبديها لا يبتديها فأصبح ورجع السائل قال شؤون يبديها لا يبتديها قال سلي على من علمك الجواب كان السائل الخضر وقد عرف أن الجواب أتى من قبل المصطفى صلى الله عليه وسلم فأنا فسرك هذا بعد مطالاتي كل يوم هو في الشام أن هذا الشام الذي هو فيه سوق المقادير الأشياء إلى مواقفها الزمانية والمكانية لم يبقى إلى ذلك جلس عالم في زمان مالك مالك غلام صغير في سن سباة عوام صلاء العالم على من بر رسول صلى الله عليه وسلم وقال أيها العلماء في أي شأن هو الآن كل يوم هو في الشأن في أي شأن هو عليه الآن فاستمع صوت الصغير يقول أنت صائل أم مجيب فقال بل أنا سائل قال إن كنت سائلا فانفر على الأرض واجلس متواضعا فنسل العالم وجلس متواضعا فطلع الغلام الذي هو مالك على المنبر قال له سلع ما شئت شئت ساعة الانسان يتنفس في كل يوم أربعة وعشرين ألف نفس في كل نفس تحمل مئة ألف مرأة ويولد مئة ألف ولد ويعز مئة ألف ويذلل مئة ألف ويمرض مئة ألف ويموت مئة ألف على الأقل فنفرع لكم نقصد لحسابكم أيها ثقلان الإنس والجن ثم يثقلان لأنهما قل الأرض أو الثقلان لأنهما ثقلان الظنوب فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا تحجو من أقطار السماوات والأرض فنفذوا أمر تعجيس لا تنفذون إلا بسلطان بقوة ولا قوة لكم على ذلك إن الله تبارك وتعالى في المحشر يخاطب عباده بعدما حشر جميع الإنس وجمعهم بسعيد واحد وحشر جميع الجن والإنس عشر الجن جاءت الجن دارت على الإنس عسرة أبعاهم وحشر الملائكة الذين على وجه الأرض البشر وحشروا ملائكة بالأرض داروا عليهم بأسرة أبعاهم ثم ملائكة السماء الدنيا كذلك ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة ثم الخامسة ثم الثالثة ثم الثابعة نسبة كل السماوات لما تحته كنسبة جن من الإنس وبيت المعمور كذلك ونفسي ما فيه من الملائكة كذلك سرادقات العرس ستة مائة ألف كل سرادقات كذلك إذن الإنس والجن الذين هم الجبابرة أحيط بهم حيث لا مفر لهم لم يجدوا من فتن يخاطبون الحق إن قدرتم أن تخرجوا تخرجوا ما قدروا حولهم الجن وحولهم الملائكة لم يجدوا الطريقة فبعاً فبعاً يا ربكما تكذبان والقرآن تفسيره يتجدد دائماً مع الوقاية بالعلم الحادثي صاروا يسمعنا سفناً تخرجوا إلى الفضاء الخارجي حول حول الأرض فيدورون يرسل عليكم الشؤال من نار والنحاس فتحترق السفن أتى ترجع وهو لهيب واحد فلا تنطفران ما تقدران على أن تنتمع من ذلك فإذا الراكب روسي الذي دار حول الفضاء ما كان في خاطره قالت قدر إنساناً يعيث وسط لهيب من النار تكونوا في بشد الخوف يرسل عليكم الشؤال من نار هو اللهب والخالص والنحاس دخان لا لهب فيه فإذا انسقت السماو إن فرجت أبواباً لنزول الملائكة فكانت وردة محمرة السماو دوني عادي حمراء إنما سبقها صحرة التي تحت الأرض باللونها فإذا جاء يوم القيامة حتى عاد كل شيء إلى لونه الأصلي فتجلى هذا السماو محمرة كالدهان كالأديم الأحمر على خلاف العادي فما أعظم الهول في ذلك اليوم فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان الإنسان يأتي وكل ما عمل بين يديه لا يرسل عن شيء لا ينافي قوله وتبارك وتلال فوربك لن نسأل أنهم أجمعين لأن ذلك السؤال توقيف على أعمالهم وتذكيت ليس السؤال تعلم لم يتعلم منهم فليهذا يقول لم يسألهم ولكن يسألهم إقامة بالحجة عليهم فقال أنه يسألهم إذا سألهم يقول والله ربنا ما كنا مشركين فقصمت على أفواه أن نطق كل أضن بما صنع ففي أي ألاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون باستيماهم من رأى الكافر اليوم القيامة يعرف في الحال سواد الوجوه وزرقة العيون فيأخذ بالنواث والأقدام أخذ الملائكة للكفار كيفيته أنه يأخذ بلمة الكافر ويجمعه مع قدميه ويكتف ويلقيه في النار فبأي ألاء ربكما تكذبان فلما ألقوا في النار يقال لهم هذه جعنم التي يكذب بها المجرمون قلتم دنيا أن لا بأس ولا حساب ولا عذاب هذه جعنم يطوفون بينها وبين حميم ماء حار آن شديد الحرارة يسقونه إذا استخاثوا من حر النار فبأي ألاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان لكل منهم أو لمجموعهم كل عبد يخاف من الوقوف بين يدي ربه تبارك وتعالى حتى ترك معصيته فله جنتان عند الله تبارك وتعالى فبأي ألاء ربكما تكذبان جنت نائم وجنت إرثي كل أهل يملك دارا لنفسه ودارا يرثها من كافر فبأي ألاء تبارك وتعالى ودارا عينان تجريان تجريان التي تقي أو لا أولياء الله معهم على الدور وطرط وطرط فأينما صاروا صاروا معهم فبأي ألاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة في الدنيا أو كل ما يتفكه بزوجان لهم من الفواكه كل نوعين رب ويابس والمر في الدنيا يكون كالحنظة لي يكون حلوا يؤتون بالفواكه على هيئة الفواكه في الدنيا لأن الإنسان جبل على حب معلوفاته الذي كان يعرفونه في الدنيا يؤتون بفواكه الجنة على هيئة السمار في الدنيا فإذا رأوا هذا يقول هذا كذا كما كان في الدنيا وإذا ذاقوه يعلمون أنه ليس هو فبأي ألاء ربكما تكذبان متتقيين يتعن اتناعمون على فرش بطائرها من استبرق ما غلظ من الزباق وخشنا وجن الجنتين دان قريب لأن له القائم والحايد والمتجع ربكما تكذبان في الجنتين وما اجتملتا عليه من العالي والقصور قصور صارت درجات أرباء قاسرات الطرف مساء ويؤنون قاسرة على أسواجهن أكثر نساء الدنيا ورجال الدنيا كلهم يطمعوا إلى غير زوجه في الآخرة المرأة نظرها مقتور أو قاطر على الزوج لا تقضي به بدلا لم يتمثهن يصدهن وهن من الحور أو من نساء الدنيا إن ثم قبلهم ورجعهم سلمنا من مجامعة الجنة أكثر نساء الدنيا فإن الجنة في جامع النساء وهذا ما يضرب بالنصر في بعض الأوقات ونساء الجنة مصرنات لم يدرسن إلى أسواجهن فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن لياقوت والمرجان صفاء والمرجان اللولو بياضا فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء ليحصاني هل جزاء ليحصاني لطاعة إلى اليحصان للنعيم هل جزاء ليحصاني إلى اليحصان في ربيع أربعين ألف تكتير أحسنها هل جزاء ليحصاني هل جزاء قولي كلمة لا إله إلا الله إلى اليحصان الذي هو الجنة من قالها مخلصا دخل الجنة هل جزاء ليحصاني هل جزاء لقولي لا إله إلا الله إلى اليحصان الذي هو الجنة واليحصان عند الصوفية أن تأبد الله كأنك ترى كما قال مصطفى مراقبة الله الله تبارك وتعالى برفض كل ما سوى وعدم الرؤية ما سوى هذا الإحسان من العبد ليس له جسان هذا الإحسان من الباري وهو أن لا يرأي الله من تقرب إليه شبرا تقربت إليه زراعا إلى آخر الحديث ففي أي آلاء ربكم أتكتبا ومن دونهما دون تلك الجنةين الجنةان لمن خاف مقام ربي درجات الجنان الجنةان الثاني كنا نقرأ صفتهما ولها درجات تلك أربع وآتان الجنةان دون تلك الجنةين وهي أربعون أيضا فصارت مراتب الجنان ثمانية الجنةان الثاني وصفنا فرغنا من وصها من وصهما أعلى من هاتان الجنةان الآتيتان مدهامتان سوداوان من شدة قدرتها ففي أي آلاء ربكم أتكتبان فيهما عينان وضاختان هذا دون التجريان هناك فيهما عينان التجريان ففي أي آلاء ربكم أتكتبان فيهما فاكهة ونخل ورمان ككل فاكهة زوجان هذه فاكهة ونخل ورمان ففي أي آلاء ربكم أتكتبان فيهما الجنةان وما تضمنتا أربعة درجات خيرات نساء حيرات أخلاقا حسان وجوهة ففي أي آلاء ربكم أتكتبان حور مقطورات في الخيام شديدات السواد العيوني وبيضها مستورات في الخيام عن أسواجهن فرق بين المرتبتين النساء في الجنان التابقات خاطرات الطرف طبعا فهو لا يمقصورات أي محبوسات لكلها للمستورات عن أسواجهن ورد أن أقل أهل الجنة نساء من يتسوج بأربعة آلاف بكر وثمانية آلاف صيب ومائة من الحور إسنى أسرى ألفا ومائة حورا ونساء الجنة نساء الدنيا أحسن من الحور لأين في الجنة لأن الله تبارك وتعالى يدخل للمرأة كلما صلت أو صامت أو حجت أو تصدقت أو طائبت في خدمة زوجها كل هذه ادخل لها حسائن من الجمال إذا أتت المحسر ألقى الله عليها ذلك الجمال فيفوتنا فيفوتنا الحور العين في الهديث أن الحور العين يأخذ بعضهن أيدي بعض ويتغنينا بأصوات لم يسمع الحلائق أحسن منها ولا مثلها نانو راضيات فلا نسقط أبدا نانو المقيمات فلا نظن أبدا نانو الخالدات فلا نموت أبدا ونانو ناعمات ونانو خيرات حسان حبيبات لأسواج كرام قال رائشة إذا قلنا ذلك نجيبهن جابهن المؤمنات نانو المصليات وما صليتن ونانو الصائمات وما صمتن ونانو المتوضعات وما توضعتن ونانو المتصدقات وما تفضقتن قال رائشة فنغلبهن لأن عمالهن كلا تصير لهم جمالا لم يدمسن إنسان قبلهم ولا جانب في أي علاء ربكما تكتبان متكئين أسواجهن على رفرف حضر جمع رفرفة أي بست ووسائد وأبقري حسان جمع أبقريت أي تنافس العرب كل شيء جاء على شكل غريب تعبر أنه لا عربي بلا أبقريت حتى قال الرسول في عمر فلم أرى أبقريا يفري نساء عمر فكل ما حصل في قارنه أبقري والتنافس في الجنة والوسائد ذكر القرآن أنه أبقري غاية حسين فبعي أعلا ربكما تكتبان تبارك اسم ربك للجلال والإكرام تقدم تبارك اسم ربك أي ربك الذي لذكر اسم رحمة عقبه غذي النعم كلها وياك شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة للمشاهدة ترجمة نانسي قنقر